السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي تلاميذ الصف الثالث ابتداء مدرسة الأمان الأهلية معكم الست نور الهدى مادة اللغة العربية أحبائي الصغار عنوان موضوعنا لهذا اليوم بطتاني وسلحفات الموضوع عبارة عن قصة جميلة نتعلم فيها الصداقة والوفاء والتعاون بطتاني وسلحفات سكنت بطتاني في غدير وسكنت معهما سلحفات أصبحت السلحفات صديقة للبطتاني تزورهما كل يوم فيقضي الثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير جف ماء الغدير وأرادت البطتان أن تغادراء المكان وتذهبا إلى غدير آخر فيه ماء كثير جاءت البطتاني لوداع السلحفات وقالتا السلام عليك فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر قالت السلحفات أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة فكرت البطتان وقالتا السلحفات لا تقدر على الطيران فكيف السبير إلى حملها أحذرت البطتان عصة وأمسكت كل واحدة منهما طرفا بمنقارها وطلبتا من السلحفات أن تتعلق في وسط العصة وقالتا لها لا تخافي أيتها الصديقة سنطير بك إلى غدير آخر أمسكي بالعصة جيدا بفمكي ولا تتكلمي في أثناء السفر فتقعي وتموتي شاهد بعض الناس البطتين تحملان السلحفات فقالوا عجبا عجبا بطتان تحملان سلحفات أرادت السلحفات أن تتكلم لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت وبقيت ساكتة لا تتكلم إلى أن وصلا الثلاثة إلى غدير فيه ماء شكرت السلحفات البطتين على معروفهما وعاشت معهما في الغدير الجديد سعيدة معاني المفردات الخاصة بالموضوع الغدير بقعة يجتمع فيها الماء تغادر تترك السبيل الطريقة السمر الحديث ليلا جفة يبسة معروفهما إحسانهما عمل الجميل أحباء الصغار المطلوب كتابة الموضوع مرتين على الدفتر وحفظ المعاني الخاصة بالموضوع أترككم في حفظ الله